الصباق إلى البيت الأبيض، الحدث الأهم الذي يشغل اهتمامات العالم لسيما وأن انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 شهدت تحولات درامية هذا العام بداية من تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن المشهد الانتخابي إسرى مناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب الذي تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولايد بنسلفينيا وتسبب في تحويل دفة التعاطف للمرياردير الأمريكي وعقب ظهور المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس اتزنت كفة الميزان بين الديمقراطيين والجمهوريين حتى إنها لاقت شعبية كبيرة بين أوساط المهاجرين والنساء ثم جاءت المناظرة التي تعد أول مواجهة بين الطرفين لتشهد تعادلا دون ضربة قاضية بحسب المحللين كونها كانت أشبه بمباراة البينجبونج حيث تبادلت هاريس وترامب الاتهامات والتصريحات الهجومية قضايا الهجرة والمعيشة والاقتصاد حتى القضايا العالمية بداية من حرب غزة والحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى شكل العلاقات الخارجية كانت على رأس الأسلحة الهجومية التي استخدمتها هاريس ومنافسها ترامب ضد بعضهما البعض خلال المناظرات الرئاسية ليحدث التحول الضرامي في المشهد مرة أخرى مع تكرر العنف السياسي خلال محاولة إطلاق النار على المرشح الجمهوري في ملعب الجلف الخاص به في مقاطعة ويستبالمبيتش بولاية فلوريدا تزمنت هذه الأحداث والمشاهد التي أشعلت الصباق الرئاسي مع الإجراءات الاعتيادية للعملية الانتخابية التي تبدأ باختيار الأحزاب مرشحهم للانتخابات الرئاسية وإعلان ذلك خلال المؤتمرات وبعدها يعلن المرشح المحتمل قبوله ترشح حزبه بصحبة نائبه هذا ويسيطر الحزبان الديمقراطي والجمهوري على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العصر الحديث كما يمكن الترشح كمستقل في حال توافرة الشروط التي أقرها الدستور الأمريكي وحسمتها مواده وبالتحديد المادة الثانية عشر المعنية بعمل المجمع الانتخابي فوفق طريق انتخابي يوصف بالأكثر تعقيدا بالعالم يجرى صباق الرئاسي بداية من الانتخابات التمهيدية واختيار المرشحين داخل الأحزاب مرورا بالتصويت الشعبية ومن ثم انتخابات المجمع الانتخابي التي ستحسم بدورها من سيقود الولايات المتحدة إلى جلسة الكونجرس لفرز الأصوات وإعلان الفائز وعقب اختيار الساكن الجديد للبيت الأبيض يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في العشرين من يناير ليصبح الشعب الأمريكي على موعد مع رئيسه السابع والأربعين ورؤيته الجديدة لإدارة البلاد